اشتركوا في القناة هذه الفرص هناك فرص كثيرة في رمضان نضعها بين يديك في هذا الشهر المبارك من هذه الفرص هي صلة الارحام او صلة الرحم صلة الرحم قال وصلت الشيء اي من وصلت الشيء وقال ابن الاثير رحمه الله هي صلة الرحم الاقربين ان تصل اقاربك فلهذا ايها الاحبة الافاضل نحن في زمان تقطعت فيه الاوصال ابتعد القريب عن قريبة تقطع الصلة الارحام وهذا ما نشاهده اليوم وانت تسير في بغداد وتسير في ارض العراق تجد كم شيخ على الرصيف او كم عجوز على الرصيف هذا دليل على قطع الارحام وصل بينهم ايها الاحبة الافاضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع قال الامام النووي رحمه الله اي قاطع رحم ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الامر العظيم حيث قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمه وهنا اشارة اشارة في هذا الحديث المبارك الذي لم يصر رحمه كأنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الوعيد الذي اطلقه النبي عليه الصلاة والسلام كم هو شديد فلهذا ايها الاحبة الافاضل جاء رجل من خثعم الى النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في نفر من اصحابه فقلت يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام ايمان بالله ايمان بالله ثم قلت يا رسول الله اي الاعمال احب قال صلة الارحام او صلة الرحم هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يداو القلوب عليه الصلاة والسلام كيف يبنى المجتمع كيف تبنى الامة من خلال صلة الارحام والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم قدوة في صلة الارحام وعلى رأسهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذه ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها تقول حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرتجف فؤاده من هول ما نزل عليه من الوحي فقالت ام المؤمنين وهي تطمئن قلب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ابشر ابشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا لماذا لأنك تصل الرحم كلا ابشر والله لا يخزيك الله أبدا لأنك تصل الرحم كان عليه الصلاة والسلام يصل الرحم في الجاهلية وهذه حينما نقرأ كتاب الله جل وعلا تتجلى لنا صورة عظيمة من صور صلة الرحم فهذا ابراهيم عليه الصلاة والسلام معلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ابراهيم في حوار مع أبيه ماذا قال انظر إلى بلاغة القرآن وانظر إلى صلة الأرحام كيف يعامل إبراهيم أبوه المشرك قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ماذا قال قال يا إبراهيم انظر إلى رد الأب قال يا إبراهيم هذا الرد كم هو عنيف قال اهجرني اهجرني ثم قال إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة وسلام سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتزلكم هذه القربة وهذه الصلة أكد عليها القرآن الكريم فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد الأمة من خلال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال جاءت عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول هل أزور أمي كانت مشركة فقال عليه الصلاة والسلام نعم صليها فما أحوج اليوم في هذا الشهر المبارك أن نعيد تلك الأواصر التي أكد عليها القرآن وأكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام من خلال صلة الأرحام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيح وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر